جاءنا لحضراتكم معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بن نامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه عليه على أسئلاتكم المباركة وتفضل جسر من نور يفتح لنا مجالس من نور في حضرة مولانا سبحانه وتعالى ونفضل دايما متصلين ببركة مولانا سبحانه وتعالى اللي فتح لنا هذا الباب وهو أبواء وهو باب مجالس النور تعالوا نشوف أول سؤال عندنا وصلنا بيقول إيه أول سؤال بيقول أنا غلطت وأنا سني 14 سنة وخلفت وتجوزت اللي خلفت منه هي بتقول طبعا بس أنا تعبانة نفسيا وقلبي وجعني ومش متقبلة طفل في حياتي لا أحاول على قوة إلا بالله وبفكر أقتله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عشان أرتاح خصوصا جوزي مش هم سمعتي أنا وأولادي أنا وأهلي وبيعرف الناس كلها وكمان بيفرق في المعاملة بينه وبين ولادنا اللي بشرع الله أنا فكرة أني أموته دي أنا فكرة أن أنا أموته مسيطرة علي قوي ومش عارفة أعمل إيه وخايفة من عذاب ربنا طبعا تق الله الله سبحانه وتعالى جعله أن من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا إيه وأعتعملي كده وبعدين ده من أبشع الأشياء أن أنت تقتولي ابنك ده ابنك وابنه كونه هو بيعمل كده فهو ده من الاضطراب وهو النفسي يعني لو كان حد محتاج أنه هو يتعالج نفسيا فوجوزك لأنه هو عايز يتخلص من ابنه وبيعمله على أنه هو شخص مرفوض وكمان مش مكتفب ده كمان بيحكي للناس والعيز بالله ده من أخبس الناس ودي من أعظم الكبائر أنه يفضح الناس على الملأ ويفضح مين يفضح عرضه يفضح مراته وكمان يكسر ابنه وكمان يضمره الرجل ده جمع سلاسة آسام من أعظم الآسام عند الله من أعظم الكبائر أنه بيضيع من يعول وأنه بيفشي ما كان بينه وبين أهل بيته الأمر الثالث أنه كمان بيضيع ما أو دعه الله سبحانه وتعالى عنده من أمانه فيا سادة يا سيد اتقل الله سبحانه وتعالى فيك وفي نفسك وفي أولادك واعلم على فكرة أنا عايز أقول لك حاجة لو أن حصل وهي عملت أي حاجة في ابنها أو في نفسها أنت مشاركم في الإثم وانت ليس هناك أي مبرر كل الكلام اللي أنت بتقول لي ده كلام فاضي كل الكلام اللي أنت يقول لي ده كلام فاضي على فكرة لو كان حد يستحق العقاب فانت وجوزك مش ابنك ده ابنك ده طاهر شريف عفيف لو حد فعلا عمل غلط فانتو انتو اللي أزنبتو آه صحيح انت أخطاطي وانت عندك 14 سنة وربنا تابع عليك ما تجيش تلوثي نفسك وتقبلي هذه الوصمة لما هو يتكلم امنعيه من ده وخليه هو بشكل واضح هو اللي يشيل هذا الاسم وانكري ده ولا يجوز أنه يتعدى على عرضك وما تسمح لهوش بده ودفع عن ابنك بكل ما لديك من قوة وهو اتقر بالكلام الفارغ اللي هو بيقوله ده لأن انت لو أقريتي انت بتضيعي مسابة لابنك وقولي له ان الكلام ده لا يرضى به الله سبحانه وتعالى وان انت كده بتقذف وقذفك لحد ده يستوجب عقابك فاتق الله في نفسك وان انت لو عملت ده هيتجدد عليك الاسم في كل مرة بتذكر الكلام ده واتق الله سبحانه وتعالى في أعراض الناس ولذلك هو آثم ومرتكب لكبائر فما تكونيش انت عاونا له طب بتسأليني اعمل ايه اجعلي حنانك يزيد على هذا الولد لأنه ما كانش ليه زنب انتو اللي محتاجين تعتذرولو انتو اللي اخطأتو في حقه وما كانش ليه زنب ان هو ييجي بهذا الطريقة انتو اللي عملتو كده ولا تزير وزيره وزيره اخرى هذا شخص طاهر اذا كان حد محتاج يتقدب فانتو الاتنين انت وجوزك مش ده انه طاهر شريف وابدا ابدا ما تلوث ولا تنجس هذا الشخص هذا الولد طاهر شريف والفكرة اللي بتجيلك والوسواس اللي بيجيلك ان هو ده مدنس ابدا هو منه الزنب هو كريم وكريم على الله سبحانه وتعالى واذاك انت اللي عايزة تتقل الله سبحانه وتعالى كل ما تجيلك الفكرة دي روحي احسني اليه كل ما تجيلك الفكرة دي روحي طبطب عليه كل ما تجيلك الفكرة دي حس بانه نعمة ربنا انا عم بيها عليك انا عم بيها عليك اليه عشان تفضلي حياتك كلها فكرة ان ربنا سبحانه وتعالى حفظك واللي هو بيعمله ده الله سبحانه وتعالى يحاسبه حسابا عسيرا الأمر اللي بعد كده أنت في سؤالك بتقولولي بتقولولي أن فيه سيطرة علي فكرة أن أنا موت وأنا كمان خايفين أن كمان فكرة أن انت حار تجيلك فأنت أوعي تنفيذي ده أوعي تقربي من حيات ابنك أو حياتك أنت اللي اتنين مصايب اللي اتنين كبائر أحسني لنفسك وانت إنسانة طهرة عفيفة وأحسني لابنك عشان هو شريف وأي حد يهز ثقاتكم في أن انتو ربنا تقبلكم وأن ربنا بيكرمكم وبيرزقكم ما تقبليش ده يا بنتي عايزة تعملي إيه ولا تلتفت إليه الشخص اللي هو زوجك ده مش هو حياة الحياة حياة مع ربنا الكريم اللي بيرزقك انت عايشة بمادة ربنا مش عايشة بكلامه عنك ولا كلام الناس عنك انت شريفة عفيفة وابنك طاهر ما مسووش أي ده ناس عيشي كده وأحسني إليه وحفظي على حياتك عشان ده ابنك ومحتاج لحنانك ومحتاج لرعايتك فاتق الله سبحانه وتعالى وما تنستيش إلى هذا السوق ويريد زوجك يكون سمعني إنه لو استمر على ده ربنا ينزع منه البركة ويخلي في حياته ما يسعدش أبدا عشان هو بيتعدى على طفل الله سبحانه وتعالى جعله مكرما وجعله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وكأن حضرة النبي بيكلمك ماذا أفعل إذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك فاتق الله السؤال اللي بعد كده بيقول أنا بأنب ضميري لإني زعلت أبي وأمي في آخر أيامهم أعمل إيه علشان ربنا يسمحني حاجة مهمة أو أول إن انت تبعت لهم الهدايا لما حد بيزعل بنزعله بنعمل له بنبعت له الهدايا الهدايا واضح إذا مات ابن آدم انقطع عملوه إلا من ثلاث صادقة جارية أو علموه أن ينتفع به أو ولد صالح أن يدعو له فنعمل بقى التلاتة دول إيه اللي حاصل نتعلم وكل اللي نتعلمه نهب مثل ثواب مجالس العلم لأبي وأمي حتى لو بنسمع حاجة حتى لو بنشاهد حاجة حتى لو بنتعلم أي حاجة حاجة التانية نتصدق ونهب ثوابها لأبي وأمي حاجة التالتة ندعي لهم كتير ندعي لأبي وأم تدعي لأبوك وأمك كتير لأن كل ما تدعي لهم كتير كل ما هم قلوبهم تصفى وكل ما هم يسعدوا تخيالي كده لما تجي لهم يفتح لهم باب من رؤية عظيم فضل الله ولو يبسط لهم من بوسط الجنة إيه يا يسألهم ملاكة إيه دا جاي منين جاي من بنتك فلانة أو جاي من ابنك فلان اللي إيه اللي حاصل جاي من بنتك فلان اللي إيه اللي حاصل دا دعوه لك دا دعت لك وتصدقت وتعلمت ووهبتك كل هذا الخير فإن اللي حاصل فتسعد وتتهنى وكل اللي كان فيها من ألم وواجع وضيق يزول فإذا كنت حضرية بتسألي تعملي إيه اعملي التلات حاجات دول وربنا سبحانه وتعالى يكرم ويفتح مش قادر تعلمي كوني سبب في تعليم حد إيه اللي حاصل إيه اللي بتفعي مصارف تعليم حد مش قادر يتعلم وإيه اللي حاصل كمان تصدق على حد في أزمة طب إيه اللي حاصل ادعي وادعي كتير قوي قوي ادعي لهم في كل سجدة من سجدات صلاتك ودي شيء مجرب عايزة ضميرك يتوقف عن التقنيب على الأقل استمر على الدعاء ليهم مش معنا كده أن انت هتنقطعي لكن واصبي في كل سجدة من سجدات صلاتك أن انت تدعي لهم لمدة سلاسة أشهر صدرك هيطيب وضميرك هيقل تقنيبه يبقى إيه اللي حاصل تعمل الكلام ده وكل ما تعمل الكلام ده إيه اللي يا حصن صدرك يمتلق نور أن انت كمان في وصل بينك وبينه وإيه اللي حاصل وربنا جعلك سبب من أسباب الفتح والبركة والنور والمدد واللطف والعطف عليهم إن شاء الله في حياتهم البرزخية ويكون إن شاء الله ما يصل إليهم من فتح ونعيم الجنة انت سبب إن شاء الله السؤال اللي بعد كده يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت حب أسأل سؤال هو الغنى حرام ولا لا الغنى يا سيدي إذا كان مقصود بي الكلام أو كان مقصود بالموسيقى فكلاهما حلال إذا كان ده بيعمل إيه؟ إذا كان ده لا يشتمل على أي نوع من أنواع الدعوة إلى ما حرم الله يعني إيه؟ الكلمات طيبة كلمات فيه كلمات كتيرة في أغاني كتيرة بتفتح أبواب الإقبال على الله زي دعاني لبيته لحد ببيته ولما تجلالي بالدمع ناجيته يعني طوعني يا عبدي طوعني أنا وحدي كلام يفتح القلب اللي إقبال على الله سبحانه وتعالى وكلام فيه نصايح وحكم وكمان كلام فيه كتير جدا 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 من القيم ده لا يمكن يكون حرام وبالمناسبة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ولأ حديث كثيرة منها حديث أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم عيد وكانت بين يديه ومتكئ كان بين يديه جاريتان تغنيان وكيد الحديث موجود فدخل سيدنا أبو بكر فإن لحصل فأنكر عليه فقال دعهما يا أبا بكر فإن اليوم عيد يعني إل لحصل سيبهم يغنوا ومرة السيدة بتغني أمام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فإن لحصل لغاية ما وصلت قالت وعندنا نبي يعلم ما في غدي قال لا امسكي يا امرأة واخودي فيما كنت تخوضين فيه يعني بلاش الكلام اللي فيه ايه اللي فيه مخالفة للقيم والأخلاق والعقائد فما تقوليش الكلام ده لكن إيه اللي حاصل قولي الكلام اللي انت كنت بتقوليه من الكلام عن حياة الناس وما يجري فيها وكلام عن الأخلاق وعن القيم أعملي كده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم طلب من السيدة عائشة إن هم في فرح الأنصار إن هم يغنوا ليدخال السرور على الأنصار لإن هم بيحبوا هذا الكلام الحسن إذن ليس هناك شيء وحتى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس إن هم في الجواز يعلنوا الجواز كمان بالضرب على الدف أمه لإيه الحكاية الحكاية في الحقيقة إن فيه ناس فهموا بعض النصوص فهم غير صحيح زي حديث سيأتي زمان على أمتي يستحلون الحرى والحرير والمعازف طبعا وكل واحدة من دي كان الناس بتستحله أمه لهو إيه موكان دات الناس بيلبسوا الحرير والناس كانوا بيرتكبوا الزنة والعازب الله قبل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم والناس كمان كانوا بيعزفوا يعني الكلام في حديث رسول الله أصلاً مش قاصد يبين إن كل واحدة فيه ما يجي حد يستحله لكن وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم على الأشياء دي مجتمعة وكأنه بيتكلم على حفلات المجون والحفلات التي فيها والعزب الله اسم ومعصية فيبين إن ده يختلط بده فيختلط للحلال بالحرام وتكون هي دي المجالس البشعة السيئة الخبيثة طب وعليه فإيه وعليه بشكل واضح وبشكل يسير وبشكل مش محتاج أدنى مهاربة إن الغنى والموسيقى هذا كلام وهذا صوت حسنوهما حسن وقبيحهما قبيح هيبقى الأصل فيهم إيه؟ الأصل فيهم الإباحة وعشان نحرم نحرم لمعنى زائد عليهم طيب السؤال اللي بعد كده بيقول معايا شهادات في البنك النصاب كام علشان أدفع زكاة المال حسب الشهادات دي لو كنت أنت بتصرف من الريع اللي فيها على معاشتك وما عندكش حاجة تانية غير ده هتدفع عشرة في المية من الريع لكن لو كان عندك فلوس تانية هتطلع اثنين ونصف في المية على المبلغ والريع هتدفع العشرة في المية إمتى من الريع لو كنت بتصرف منها أول ما يجي لك الريع سواء كل شهر أو كل ثلاثة شهر أو كل ستة شهر أو كل سنة أول ما يجي لك الفلوس تطلع عشرة في المية من الريع يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على جليس احنا عايزين ننتهر قلوبنا منه اللي هو الخوف من فوات الفرص ننتهره ازاي؟ بالسكون والطمأنينة وحسن الظن في الله واستحضرنا عن مولانا والرضى عن السيد الكريم سبحانه وتعالى والاطمأنان بأنه سبحانه وتعالى يكفينا وهو سبحانه وتعالى يداوي قلوبنا من أوجاعنا وأنه لن يكون هناك فرصة أخيرة لأن الكبير لا يجعل فرصة أخيرة ولكن يفسط الرزق لعبادي يا رب اجعلنا دايما من أهل اليقين في نعمتك وفي كرمك وفي فضلك وما تحرمناش يا مولانا أبدا إن احنا نتعلق برحمتك واتخلينا دايما يا رب عارفين إن كل يوم بييجي ويا شنطة فرح شنطة هدايا وحنان تداول لتجرح يمسح بنوره في قلوب المحتاجين تطرح منح الصبح يا صاحبي مش مورد نور الصبح باب جديد للحياة وتفتح يا رب افتح لنا مع كل صبح أمل جديد يزهب الخوف ويفتح باب الأمل ويفتح باب الرجاء فيك يا كريم يا ودود يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين